هنروح لترتيب مصر العام في الدورة الولمبية مصر طبعا بعد المديلية الدهبية والفضية على ايد فريال وعلى ايد الجندي قفزنا 34 مركز من 78 بقينا خلصنا البطولة في 54 وده ترتيب جاي بعد 6 مديليات اللي خدناهم وكلكم عارفين طبعا المديليات مين ابطالها دي فريال ودي مباراة الجزائر على فكرة الحضن اللي فدها تويا يا جماعة دي مباراة الجزائر لم يا معتوب اللي هكونا بنتكلم عليه طيب مصر بقى على المستوى الافريكي جات في المركز الرابع بعد كينيا 4 دهب 4 فضة 2 برونز اغندا 4 مديليات 2 دهب 1 فضة وزيها برونز جنوب افريكي حققت 3 مديليات زهبيتين زهبية 3 مديليات زهبية وفضضيتان طيب احنا ترتبنا ده الرابع افريكيين عربيا جينا التاني بعد قطر بالرغم ان احنا محققين مديليات كتير بس المديليا دهب بتوازي يعني انفينيتي يعني لا نهائي من المديليات البرونزية والفضية المديليا دهب واحدة تعديك بلاد وبلاد فعشان كده دول سبقونا ان هما جايبين كينيا جايب 4 دهب و4 فضة اكيد سبقونا و2 برونز جاري المسافات طويلة كينيا الحقيقة عندهم قدرة عشان هما اعلى من سطح البحر بكيلومترات فطبعا عندهم رئة تتحمل جاري المسافات البيضاء وغندا نفس الكلام وطبعا جات قابلينا كمان جنوب افريكينا انا تمنى ان شاء الله نبقى واحد عربيا واحد افريكينا وده مش عيد دي المنافسة في الرياضة هنطلع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان طيب هنطلع لفاصل وهنرجع عشان نستقبل ضيفنا او ضيفاتنا الصفقات الجديدة في كرة السلة وزي ما قلت لحضراتكم كنا شايفين من شوية في التقرير صفقاتنا في كرة طائرة هنروح على كرة السلة رانيمي جداوي ونادي نافا اكيد عندهم طموحات كتيرة جدا مع نادي الاهلي هنعرفها ولكن بعد الفاصل